وانا معاكم دلوقتي على الهواء يمكن منذ دقائق او يعني خلال الدقائق اللي جاية دي هتنطلق مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في كرة السلة المطشي بتلاهف في البحرين ودي منافسة على بطولتين كأس السوبر المصري وكأس السوبر المصري البحريني الناس تقول لي ازاي الاهلي والاتحاد بيلعبوا دلوقتي مباراة في كرة السلة اللي هيكسب هياخد بطولة كأس السوبر المصري للكرة السلة وفي نفس الوقت هيروح يتأهل عشان يلعب يوم السبت المقبل مع الفائز مابين الأهل البحريني أمام المنامة في كأس السوبر البحريني ده اللي هيتلاعب بكرة إن شاء الله بإذن الله أو هيتلاعب بكرة الكذبان منهم هيلعب الكذبان من الأهل والاتحاد على كأس السوبر المصر البحريني يوم السبت اللي جاي أعتقد يعني بيدمه نفسه قوية زيادة عدد مباريات فكرة أنك تعمل توأمة مع الاتحاد البحريني وتلعب مباراتين السوبر المصر والسوبر البحريني نتمنى التوفيق لرجال سلة الأهلي في مباراة اليوم اللي هتنطلق بإذن الله خلال لحظات بطولة بتتلعب في المنامة وإذن الله إن شاء الله نادي الأهلي يوفق في هذا اللقاء مطش صعب جدا فريق الاتحاد السكندري يمكن على مستوى كرة السلة عمل نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة صفقات وتعاقدات وبالتالي المنافسة هتكون قوية جدا مع النادي الأهلي في هذا اللقاء نتمنى التوفيق رب إن شاء الله عشان نكسب الاتحاد نكسب السوبر المصري وننطلق لمباراة السوبر المصري البحريني يوم السبت إن شاء الله مع الفاز من الأهلي البحريني أمام المنامة اللي لسه هيلعبه بكرا إن شاء الله ويتحدد موقفهم في مباراة يوم السبت بإذن الله برضو الخاسر على فكرة سواء من هنا أو هنا هيلعبه مباراة على يعني تحديد مركز كده مركز التالت ما بين الأندية الأربعة وهتتلعب قبل مباراة نهائي كاس السوبر المصر البحريني يوم السبت المقبل وعلى مدار الحالة إن شاء الله أول ما يكون معنا تفاصيل ونتائج المباراة إن شاء الله بإذن الله أنا وفيكم أول بأول بنتائج مباراة الأهل والاتحاد السكنتري